اشتركوا في القناة مجرد اشعار مشيرة الى استحالة تحقق ذلك في الظروف الحالية ومستشدة بالعلاقات المتوترة بين دول عربية وغياب التماسك والانسجام فيما بينها هذا الرد الايراني يأتي بعدما كشفت مصادر امريكية وعربية ان البيت الابيض يسعى لتعزيز التعاون مع البلدان السابقة الذكر وذلك بخصوص الدفاع الصاروخي والتدريب العسكري ومكافحة الارهاب مضيحة ان ادارة ترامب تعمل على فكرة التحالف مع شركائها الاقليميين منذ عدة اشهر فهل ما يجري مجرد شعار ما انه مشروع نواقعي سيبصر النور في اللقادم القريب وهل تسعى واشنطن من وراء هذا الامر للتصدي لايران ام الى كسب المزيد من اموال الدول الخليجية واخيرا ما هي ادوات واوراق طهران في الصمود امام هذا الحلف العربي ان لا مفترض هدأ غبار الحرب الكالمية بين طهران وواشنطن لتعلن ايران انها ليست بصدد الدخول في مفاوضات مع الادارة الامريكية الحالية بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية نفى وجود وساطة عمانية بين طهران وواشنطن خلال زيارة وزير الخارجية العماني الى الولايات المتحدة مؤكدا ان ادارة الرئيس دونالد ترامب ليست محل ثقة رافضا التفاوض معها مع وجود الادارة الحالية في الولايات المتحدة وسياساتها هذه فلا تتوفر بالتأكيد امكانية التفاوض والحوار ولقد اثبتت واشنطن وتثبت لنا انها غير جديرة بالثقة ولا تعد طرفا موثوقا لأي عمل قل لك ذلك الخارجية الايرانية من اهمية حديث مسؤولين امريكيين عن تشكيل ما يسمى بنات عربي لمواجهة ايران يضم دول الخليج العربية ومصر والاردن مضيفة ان الامر مجرد شعار لن يتحقق ففي طهران ينظر الى الضفة الاخرى من الخليج على انها تعاني من شرخ حقيقي وازمة في اليمن لقد سعت الرياض سابقا الى تشكيل تحالف عربي واخر اسلامي وفشلت حتى الان وتحالفها في اليمن بقي مع الامارات فحسب وهما الان غالقتان في المستنقع اليمني كما ان البيت الخليجي ليس بالتماسك الذي كان عليه سابقا بخاصة بعد الازمة القطرية وزير الخارجية محمد جواد ضريف وخلال لقائه رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج اكد ان بلاده ستجعل الولايات المتحدة تقلع عما سماه عادتها في فرض العقوبات حديث ضريف يأتي بينما يتواصل هبوط قيمة العملة المحلية امام الدولار ليبلغ ارقاما تاريخية وارتفاع اسعار الذهب والسلع الاساسية والبلاد على ابواب عقوبات امريكية جديدة الاسبوع المقبل ايام صعبة تواجهها ايران فالحكومة عاجزة عن كبح تدهور الاوضاع الاقتصادية وسط تعوات لتظاهر السلمي وترقب للحزمة الاولى من العقوبات بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي ففي مواجهة كل ذلك تفضل ايران الصمود والرفضة اي مفاوضات مع الادارة الامريكية الحالية عمر هواش ار تي طهران يمكنكم ايضا مشاهدنا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت في صفحتنا على موقع تويتر عبر الاجابة على سؤال التالي برأيك هل تفشل مساعي جمع حلفاء واشنطن في المنطقة ضمن حلف ناتو عربي كما تؤكد ايران اجيب بنعم او لا كما يمكنكم ايضا مشاهدنا الكرام التصويت في موقعنا على شبكة الانترنت عبر الاجابة على السؤال ذاته ولحوار اليوم ينضم ولينا من طهران الخبير الاستراتيجي صابر قول عنبري وايضا من الرياض الخبير الاستراتيجي حسن الشهري مرحبا بكم وحياكم الله على شاشة ار تي لو بدأت من الاستاذ صابر من طهران عندما يتحدث المتحدث باسم الخارجي الايراني بهران قاسمي ويقول ان فكرة ناتو عربي هي مجرد اشعار هل هذا يعكس وقع ثقة طهران نفوذ طهران في المنطقة ام انه يستند هنا على التوتر بين الدول العربية على الازمة الخليجية بالتحديد أولا مساء الخير لك وللضيفك الكريم وللمستادة المشاهدين الكرام مساء النور هذا الموقف الايراني يستند الى وقاع على الارض وإلى تحديات جسام وعراقين كبيرة تعترض تشجيل الناتو العربي فكما تعلمون بان يفترض ان يكون الدول العربية في الخليج الفارسي العمود الفقري لهذا الجسم العسكري هناك ازمة عميقة بين هذه الدول مما تسبب بشرخ كبير في مجلس التعاون الخليجي هذا التحدي كبير لذلك وهناك ايضا تحديات اخرى ستكون لاحقا تطرح على الطاولة مثلما اين سيكون مقر قيادة الناتو العربي في مصر او في السعودية وكان هناك مصر تاريخيا تعتبر نفسها له دور ريادي وقيادة للعالم العربي وهناك خلافات بين السعوديين وكذلك بين الاماراتيين في اليمن التحديات كبيرة وحتى قطر عندما يطرح اسمها كعضو في هذا الجسم انا اتوقع بان قطر لن تكون اولا اذا برأيك استاذ صابر هو يستند بالاساس على الخلافات بين هذه الدول التي كنت تتحدث عنها قبل قليل طيب تعني اخذ وجهة النظر الاخرى الاستاذ حسن الشهري من الرياض على هذا افضل وكذلك طيب سأعود اليك بعد قليل استاذ حسن الى اي مدى ترى ان هذا التشكيك الايراني من قبل المتحدث باسم الخارجية الايرانية في محله شكرا استاذ محمد تحييلك وللاخ صابر من ايران وللمشاهدين القناة بداية بردب في تقرير بعض الجمل التي لا تستقيم مع الواقع المملكة العربية السعودية شكلت تحالفين عربي واسلامي عربي من اجل عادة الشرعية في اليمن نحن ننجح وسننجح والتحالف العربي الاسلامي سيأتي اليوم الذي يحقق فيها الارادة السياسية والاهدف السياسية ومكافحة الارهاب على كل الاوجه وفي كل مكان اورد الزميل الصابر قبل سؤالك وكأنما التكاهنات التي تتسرب اعلاميا اصبحت واقعا لا وجد في الساحة دولة تقاوم المشروع الايراني في المنطقة الا بلادي المملكة العربية السعودية وهي تنجح في ذلك وايران اكلت الطعم على اسف وتمددت حتى فقدت كل شيء وبالتالي اعتقد ان الادار الامريكي الان تتوجه باتجاه حقيقي باتجاه ايران من بداية شهر اغسطس القادم ووصولا الى 5 نوفمبر وهي الاكثر صرامة للاقصاد الايراني اعتقد ان امريكا ستخرج ايران من النظام المالي العالمي وسيكون بيع نبطها سطري في الايام القادمة ان لم تتراجع لا حد يهدف الى اسقاط النظام الايراني الشعوب الايرانية هي المسؤولة عن ذلك نحن نعرف وجهة نظر الولايات المتحدة نحن الآن ارسال حسن نتحدث عن الناتو عربي لا نتحدث عن الولايات المتحدة نتحدث عن الناتو العربي برأيك من هذه القوى التي يمكن ان تنضوء تحت هذا التحالف العربي ما هي الادوات ما هي المقومات العسكرية التي تملكها ايضا اذا كان هناك من تحالف فجميع الدول الخليجية لديها اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة الامريكية ومع الدول الغربية وبالتالي ما يتم الحديث عنه وشكليات مصر أيضا حليف استراتيجي للمملكة العربية السعودية وكذلك الوردون يشاركون في التحالف الإسلامي لمكافعة الإرهاب ويشاركون في إعادة الأمل وعصفة الحزن في اليمن وبالتالي جميع الدول أنا أتفق مع الأخ صابر من طهران على أن قطر مع لاسف لأن حرفت بوصلتها بالاتجاه الغير عربي مع لاسف أصبحت مطية ليقوها في المنطقة وسلطنة عمان سياستها معروفة ودول خليج تتقبل السياسة التي تلتزمها شقيقة السلطنة منذ أن تولى جلالة السلطان قابوس سدة الحكم في مسقط نعم قدرات الإيرانية يرى بأن دول الخليج تتفوق في بعض الشيء على إيران على سبيل المثال نتحدث عن طراز الطائرات الطراز القديم بمقارنة طبعا بمثلاته في دول الخليج والسعودية على سبيل المثال ونتحدث أيضا عن سلاح الدبابات سؤالي هنا عن استراتيجية إيران في الصمود ما هي المقومات لها أستاذ محمد إيران هي قوة أقليمية كبيرة لها تهالفتها الأقليمية إيران قبل أن يطرع اسم الناتو العربي في ثمانينات القرن الماضي واجه جسما عسكريا أقليميا مثل هذا الناتو عندما كان يتخوض طهران حربا مع العراق هناك معظم الدول في المنطقة وكذلك قوة عالمية كانت تدعم العراق في مواجهة إيران لكن هذه القوة وهذه الدول لم تصل إلى غايتها في تلك الحرب على إيران إيران تعتمد على قدراتها الذاتية إيران اليوم تنتلك مخزونا كبيرا من الصواريخ متوسط المدى وبعيدة المدى إيران لها كما تعلمون سابر نحن سنتناول موضوع الصواريخ في المحوى الثاني من البرنامج أرجو أن تتحدث عن المقومات الأخرى غير سلاح الصواريخ إيران ترى نفسها أمام نماذج فاشلة من مثل هذه التكتلات العسكرية كما تعلمون الآن منذ ثلاثة سنوات هناك التحالف العربي بقيادة السعودية يخوض حربا في اليمن لكن هذه الحرب لم تأتي وكلها كما يتحبث هذا التحالف هناك أيضا كانت هناك التحالفات أخرى من دلعة درعة الجزيرة في ظل الخلافات الخليجية الخليجية اليوم هذه الفكرة التي كانت سابقا مصرية وانتقلت الآن أصبحت فكرة أمريكية بامتياز ليس إيران هدفها الرئيسي أعتقد إيران نعم من ضمن الأهداف الرئيسية لهذا الجسم العسكري المرتقب إن كان هناك مشروع حقيقي وجاد هذا المشروع من الغريب ومن المستحيل أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية عليه إلا إذا كسبت ربع وموافقت إسرائيل لذلك هذا الجسم سيكون أولا لخدمة إسرائيل إن تحقق هذه الفكرة وإسرائيل ستكون أعضو الحاضر الغائد في هذا التكتن وهذه الناهد مهم وصلت الفكرة أستاذ صابر وقت للبرنامج محدود أريد أن أوزع الوقت بالتساوي بينك وبين الأستاذ حسن أستاذ حسن حرب اليمن كما يقول ضيفي فاشلة تحدث عن درع الجزيرة قال إن هذا التحالف يخدم فقط إسرائيل وأنا أريد أن أسألك قل لي كيف يمكن تشكيل تحالف عربي بين دول الخليج ودول الخليج تقاطع قطر التي تحتضن أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة ألا ترى بأن الحديث عن هذا الحلف حلف الناتو العربي ليس هو إلا نسج من الخيال ليس إلا هو أضغاف أحلام كما يعني يريد ترامب وترامب بالنهاية لا يهمه سوى كسب المزيد من المال من الدول الخليجية كما يقول البعض ما تعليقك بداية في الثمانينات ندرك أن الخميني تجرع كاسة سم الهزيمة في نهاية المطاف وإسرائيل وأمريكا وأشهر من أن يدلل عليها تلك القصص التي كانت خلفها أن تصبر إيران طوال ثمان سنوات مثل التعليق مثل الأمور على هذه الشماعة غير مقبول درع الجزيرة هي من اختطفت البحرين من فهم الثعبان الإيراني بعد أن كانت تسقط مع الأسف لتصبح مثل العراق وسوريا ولبنان وجزء من اليمن حاليا التحالف في اليمن ينجح بكل المقومات في المجال السياسي والعسكري والإنساني وإعادة الإعمار لم يعد لدى الحوثين إلا مناطق صغيرة جدا لا تزاوز 20% ورغم هذه المساحة التي تقدر بحوالي من 90 إلى 100 ألف كيلو متر هي أضيق عليهم من قمع السمسم لأنهم أصبحوا مخنوقين في كل مجال وأنا أعتقد أنه الآن أصبحت صورة واضحة بعد أن أعطيت الأمم المتحدة وقت كافي لمحاولة وصول إلى فورة السلام وقطر وقطر والقاعدة الأمريكية قاعدة العدايد قطر الشعب القطري جزء من الأرومة العربية النظام الحمدين في قطر هو من خرج عن هذه التحالف والقاعدة موجودة منذ زمن طويل وأنا أعتقد أنه قطر ستعود لحضنها الخليجي قريبا لأنه لا يمكن للشعب القطري أنه يتماهم أداني نحن لا نختلف أن الشعب القطري هو الشعب كما تقول من ضمن الدول العربية لكن نتحدث عن واقعية هذا التحالف العربي في ظل المقاطعة الخليجية لقطر قل لي كيف ستطير الطائرات الأمريكية الآن المقاطعة الخليجية لقطر أتت لأسباب مقنعة وحقيقية قطر تدعم الإرهاب قطر توي الإرهاب قطر مع الأسف تعمل على إدامة التطرف قطر أصبحت مطية من مطايا إيران في المنطقة مثلها مثل الحوثيين مثلها مثل الحرس الثوري أو المنظمات الإرهابية في العراق من الحشد الشيعي أو حزب الله في لبنان مع الأسف كحكومة وفي نهاية المطاف أنا اعتقادي بأن القطر ستعود قريبا إلى حضن الخليجي بعد تتخلص من هذا التنظيم الرباعي طيب بدقيقة حتى نختم هذا المحور أستاذ إصابر لو سمحت ألا يمكن أن تكون هذا أو يمكن هذا الموضوع أن تكون إيران كبش الفداء الذي يوحد هذه الدول الخليجية التي بينها خلافات وبالتالي هناك مصادر أدن تحدثت عن أن الخلاف الخليجي القطري هو ليس عائقا أمام تشكيل هذا التحالف العربي أعتقد غير ذلك دولة قطر التي تعرضت لحصار ثلاثي استبعدوا أن تتجهوا باتجاه عودة علاقات كما كانت سابقا سعر يمكن أن تحصل مصالحة بين قطر والدول الأربعة لكن أعتقد أن قطر سيكون في بالها بأن مستقبلا لو أرادت هذه الدول أيضا العودة إلى حصارها سيكون أمامها فقط إيران المنفذ الوحيد لذلك أعتقد أن قطر أولا ستتردد في الانضمام إلى هذا الناتو وثانيا إذا انضمت إلى هذا الناتو العربي أعتقد أن خطوات قطر ستكون محسوبة ولن تكون ضد إيران هذه نقطة مهمة يجب أن نعرفها لكن تصريح كلام الأستاذ حسن والموضوع الذي يثيره حول قطر ودعم قطر الإرهاب وهذه الخلافات هذا الكلام يدل على أن ما زال الشرخ عميق بين قطر وهذه الدول وهذا سيكون له تأثير كبير حول تشكيل هذا الناتو نعم وصلت الفقرة دعني أن أقول بأن كما قلت إيران عفوا كما قلت إيران ليس الهدف الرئيسي بعجالة هناك قاعدة تركية في قطر أعتقد بأن أهداف هذا الجسم العسكري تتجاوز إيران إلى أمور أخرى دعنا نتجاوز هذا طبعا المحور نعم سؤالي الآن إلى الأستاذ حسن عن فائدة تأطير هذا التعاون العسكري بين السعودية والإمارات والسعودية والإمارات تقاتلان جنبا إلى جنب في اليمن بالتالي ما هي الفائدة لإعلان عن تحالف عسكري جديد وهما يقاتلان في خندق واحد في اليمن من أعلن عن التحالف؟ هما السعودية والإمارات على سبيل المثال السعودية والإمارات مع الأسف بدت هذه الحقيقة الملتوية ويأكذب كبرى من إعلام القطري بأن من يعمل في اليمن هي السعودية والإمارات والسعودية والإمارات هي من تقوم بذلك هناك تحالف من أكثر من عشر دول الطيران المصري يشارك البحرية المصرية تشارك قد تشارك قوات خاصة مصرية في المراحل القادمة السودان يشارك وبفعالية وبمئة لألاف الجنود ومنهم الشهداء بالعشرات رحمهم الله كل الكويت تشارك البحرين تشارك هذه كذبة كبرى مع الأسف المملكة العربية السعودية تقود تحالف أقل قوات مسلحة لأي دولة في التحالف تشارك في العمق اليمني هي المملكة العربية السعودية نعم لنا مشاريع في المملكة العربية السعودية نحن نقدم الجانب الإنساني على العسكري مركز الملك سلمان الذي أصبح نقطة تحول في العمل الإنساني وغير مسبوك في العمل الإنساني إلى الآن دفعت المملكة العربية السعودية حوالي 12 مليار دولار للأعمال الإنسانية في اليمن لا حد يتحدث عن ذلك بل تتهم المملكة العربية السعودية بأنها تقوم بأعمال ضد الإنسانية وتجاهلون ما تقوم فيه العصابة الحوثية في اليمن وهي ذراع من الأذرع الإيرانية يفكر اليمنيين وزرع ملايين الألغام أستاذ حسن ما الذي سيقدم هذا التحالف الجديد للسعودية نحن لا نتحدث عن الوهم لم يصدر من أي مركز صناعة قرار في واشنطن أو الرياض أو القاهرة أو أبوظبي أو عمان مثل هذا الأمر وبالتالي هذه تكاهنات إعلامية قد تقى تحت خيار التحليل والوصول إلى بعض التصور ولكن لم يكن هناك السعودية بذاته هي ناتو مستقل تقوم بردع إيران وإيران مع الأسف تقوم إيران في كدولة تتحدى وإن كنت أشك أن تكون القيادة الإيرانية تشكل دولة هي عبارة عن ثورة وإيران تتحدى الإيرادة السياسية العالمية وبالتالي أنا أعتقد أنه إن أشرت أنت في المقدمة أو في مقدمة برنامج أنه هناك خفة من حدة التنابس بالألقاب بين القيادتين أمريكا وإيران إيران من صمت لأنها أدركت أن العقاب سيكون غير مسبوق لأي زمن ولأي دولة في العالم إيران في هذه المحلة قد تجنح إلى العمليات العسكرية إذا لم تعود إيران إلى نظام الدولة الذي يحترم العرف والقانون الدولي والإنساني أستاذ صابر كنت تتحدث عن البرنامج الصاروخي الإيراني وهو السلاح الفعال بالنسبة لإيران وإيران تقول بأن هذا البرنامج دفاعي دائما لكن حدثني الآن إذا ما نشرت منظومة الثاد وتم نشر هذه المنظومة على امتلاد الدول الخليجية هذا البرنامج الذي تتفاخر به إيران كيف سيفيدها إيران دائما أثبتت خلال أربعين عاما بأنها عندها قدراتها لا يمكن تحديدها من خلال هذه المنظومات هناك تعرفون في قطع غزة في لبنان القبة الحديدية الإسرائيلية التي تتفاخر وبها لم تتمكن من أن تتفضى للصواريخ المقاومة الفلسطينية واللبنانية والتي جزء كبير منها هي من إيران لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتبرع لهذه الدول بهذه المنظومات المضادة للصواريخ لكن إيران عندها قدرة عسكرية لتجاوز هذه المنظومات أيضا حسب ما تقول مصادر عسكرية وحسب ما يؤكد هنا الحرس الثوري في تقاريره حول قدرات الصاروخية الإيرانية أعتقد أن هذا المشروع الأمريكي سيعقد الأزمات في منطقة ياريت لو كان المنطقة كان يشهد بلورة أو ظهور نظام إقليمي مشترك وتساهم في بلورته إيران والصعودية والبقية الدول لكن ما زالت الفكرة أمريكية والتطبيق أمريكي والدعم كله أمريكي الخوف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو الزج بالدول العربية في المنطقة نحو صراع الولايات المتحدة الأمريكية تكون بعيدة عنها لتكون أكلاف وأثمان هذا الصراع من أبناء المنطقة وخدمة لإسرائيل التوقيت ترى هذا المشروع هو التوقيت حساس ومهم نحن أمام صفقة القرن ونحن أمام تطبيع بين الدول في المنطقة وإسرائيل هذا التكتل على الأقليم الذي تحدث عنه الإدارة الأمريكية لا شك أنه يأتي في هذا السياق خدمة للمشروع الإسرائيلي كيف يمكن لإسرائيل أن تقبل بالناتو العربي إذا تعارضت مع مصالحها أكيد هذا الجسم سيكون جزء من أهدافه هو تأمين الأمن الإسرائيلي والخطورة هنا تكبن والخطورة هنا تكبن أنا أرجو من ضيفك الكريم الأستاذ حسن يجيب ما دور إسرائيل في هذا التكتل هل إسرائيل تقبل أم لا تقبل طيب أستاذ حسن ما دور إسرائيل وأيضا أريد أن أسألك إذا ما أسقطت هذه المنظومة الصاروخ الأول وصاروخ الثاني هل تسقط الصاروخ الثالث والرابع والخامس يعني الحوثيون يطلقون صواريخ على المملكة العربية السعودية والتحالف العربي يسقطوها بشق الأنفس وبعضها بالفعل يقع بالفعل في الأراضي السعودية بالتالي ماذا فعالية هذه المنظومة والسؤال يتحدث والمراقبون يقولون بأن ترامب يريد بيع هذه المنظومة بغض النظر عن فعالياتها لمملكة العربية السعودية والدول الخليجية ذا بالتالي كسب أموال من الدول الخليجية بعيدا عن الفعالية ولغة الإعلام معلأسف أصبحت مادية أكثر منها التوجه الحقيقة أود أن أذكر الأخ في صابر في إيران نحن لا نقلل في الشان العسكري من قوة وقيمة أي خصم ولكن التجارب أيضا تعطي حقائق للناظرين وأهل الحكمة والعقد في سهدفة المملكة العربية السعودية بمئة وثلاثة وستين صاروخ إيراني من آخر ما أنتجته ترسانة الحارس الثوري تم إسقاطها جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى وأصبح دخانا في سماء المملكة قدراتنا هائلة وعندما نطلب نظام آخر من نوع ثادوه والمتطور ونصرف عليه مما أنه فنحن دولة خليجية لنا القيادة ترى أن عليها مسؤولية وأمانة صيانة مقدساتها أولا المهددة والتي سهدفتها الصواريخ الإيرانية من اليمن ومن عملاءها في اليمن لاستهداف مكة والمدينة ونبذل الغالي والرخيص من أجل صيانة مقدرات الأمة العربية والإسلامية وعلى أساس المقدسات الإسلامية أستاذ حسن تستطيعون إسقاط الصاروخ الأول تستطيعون إسقاط الصاروخ الثاني لنفترض مثلا أطلقت إيران مئات الصواريخ هذه المنظومة كم ستسقط من هذه الصواريخ لا أود أن أخوط في مثل هذه الأمور ولكن أؤكد أنه إذا قيل يا خيل الله يركبي فبضعة صواريخ سعودية ستجعل من ودن أعدادها بالملايين أثرا بعد عين لأنه لسنا دعاة حرب ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون وإيران وغير إيران تدرك ذلك أما ما مصلحة إسرائيل أو دور إسرائيل فليسأل القيادة الإيرانية والتنسيق في أعلى المستويات وليس من عدو واضح للأمة العربية إلا طهران وتل أبيب العصابات الميليشيات في إيران في العراق التي تدعمها إيران قتلت أكثر مليون عراقي وشردت عدة ملايين وهناك تغيير دمغرافي تقوم في إيران في العراق وفي سوريا وبالتالي الناتو الوحيد الذي تحدث عنه الآخرين هي المملكة العربية السعودية وهي من تتصدى فقط للإرادة العبثية الإيرانية في المنطقة والمملكة ستنجح ولكن بثلاثين ثانية أستاذ حسن هذا الناتو ما الذي فعله في اليمن إلى غاية الآن دعنا نقرأ الواقع العسكري بشكل صحيح لو سمحت التحالف التحالف السعودي العربي في اليمن نجح وقريبا ستحرر الحديدة وقريبا سيخرج المشروع الإيراني من اليمن صاغرا ثم يتبعه سوريا في القريب العاجل أيضا ثم العراق بعد أن استطعنا أن نحيي جذوة العرب في العراق ضد المشروع الإيراني السعودية تدافع عن نفسها وأنتم تدعمون الميليشيات والإرهاب كما يقول الأستاذ حسن من الرياض ما ردك أستاذ صابر أستاذ محمد أريد أن أقول الأخي العزيز أخي حسن بأن لا أحد يتمنى أن تحدث حرب بين إيران والصعودية هذه اللغة التي تستخدمونها بأن نحن سندمر مدن إيرانية وسنفعل كذا وكذا هذه اللغة عفى عليها الزمن الواقع على الأرض يقول بأن التحالف العربي بقيادة السعودية عاجز الآن في يمن في مستنقع اليمني هذا التحالف مدعوم أمريكيا مدعوم من بعض الدول الغربية لا يمكن لا يستطيع أن ينهي الحرب في يمن لصالحها فكيف يمكن أن يخوذ حرب مع إيران إيران لا تريد حرب ولا أعتقد أن السعودية أيضا تريد حرب مع إيران لأن الجميع سيخسر هذه الحرب ستكون حرب أمريكية على جميع المنطقة حرب إسرائيلية على جميع المنطقة أستاذ محمد الخطورة في كلام الذي يدون حول تشكيل الناتو العربي يقال أن هذا الناتو أساسه دول عربية سنية وهذا خطير أساس هذا الناتو أساس طائفي هذه الدول ستجعل نفسها في مواجهة العراق في مواجهة إيران في مواجهة الشيعة في المنطقة وهذا خطير للغاية هذه السياسة لا تخدم إلى أعداء المنطقة لا تخدم إلى إسرائيل لا تخدم إلى التطبيع مع إسرائيل أرجو أن نفهم الصورة بشكل الشامل حتى على مستقبل البعيد الناتو العربي ضد تركيا ضد كل من يكتل ضد إسرائيل الهدف ليس إيران اليوم تسويق الفكرة نعم إيران يثيرون إيران لكن الهدف أهداف كبيرة وتتعدى إيران وما بعد إيران أستاذ حسن أسمعت ما قاله الأستاذ صابر تحدث عن تحالف سني تدعيات خطيرة ردك بـ 30 ثانية لم يكن لدينا شيعة وسنة لبعد عام 79 ليس للسعودية عشرات بل مئات الميليشيات الإرهابية في دول خارج السعودية إيران سنخرج أعداء من يعمل على هدم الدين سنخرجهم من جزيرة العرب الحوثيين وخلافهم وسنخرجهم من العراق ومن الشام وسيكون الشرق الأوسط آمنا وستعود إيران إلى رشدها أو تذهب قيادتها إلى منزلة التاريخ نعود نستعرض معكم نتائج التصويت إذن هل تفصل مساعي جمع خلفاء واشنطن في المنطقة ضمن حلف ناتو عربي كما تؤكد إيران 56% أجاب من عام و44% أجاب بلا الاستطلاع ذاته طبعا على موقعنا الإلكتروني يمكنكم متابعة التصويت أشكر من تهران الخبير الاستراتيجي صابر قول عنبري وأيضا الخبير الاستراتيجي من الرياض الأستاذ حسن الشهري شكرا جزيلا لكم على هذا الحوار شكرا موصولا لكم مشاهدنا الكرام على حسن المتابعة وهذه تحية وإلى اللقاء